ليلي غنائية ما بتنتصر أحييها النجمين سعد رمضان ونادر القطات بأولمانيا أشعلوا خلال حميسة الجمهور العربية بأجوة استثنائية وكاميرا المورنينج توف كانت موجودة معهم ورجعت بلا قطات وبحديث خاص شو خبنا سعد رمضان عن هالليلي خلنا نشوف سوا المورنينج توك موجودين بألمانيا وتحديدا بأسن هالمنطقة يلي عم تشهد على حفلات مميزة جدا بمناسبة عيد الحب وإلى جانب الفنين سعد رمضان هابي فالنتاين هابي فالنتاين لإلك ولكل مشاهدين الالبسي إن شاء الله يا رب هالسنة وهيدا العيد يكون يحمل الحب والبركة للجميع وإن شاء الله كل إيامكم بتكون فيها حب يعني في ساعة كتير بألمانيا بس الأجراء عم بتكون والعانة خبرنا أدى عم تلمس محبة الجاليات العربية لإلك؟ كتير حمد الله رب العالمين كتير وخصوصي بأوروبا وتحديدا بألمانيا الجالي العربية واللبنانية كتير كبيرة والحفلات بهيدي المناطق أكتر من رائعة بتلاقي العالم متعطش إنه تسمع أغاني عربي وأغاني لبنانية وعراقية وكل هالجاليات اللي موجودة يعني فالجو تلقائيا بدي يكون أكيد حلو عم بقول كمان الأجواء والعانة لأنه العالم شايفه والفيديو اللي راح فيرل نتو عم تغني مع الفنان وقل كفوري هون بإلمانيا هيدا كانت وليدة اللحظة ومفاجأة مدبرة بيناتكم صدقا صدقا أنه كانت وليدة اللحظة وكان يعني فجأة فجأة أنا عرفت أنه كان في عنده حفلة وقل هون بأسن فمش معقول يكون موجود بأسن وأنا كون موجود وما راح أحضر هيدا الحفلة خصوصي أنه أنا من الفانز للوائل وللفن طبعا وائل ولليوم من غنيلوا كل لياتنا ولليوم تربينا على كل أغاني فما فيك يكون حدا قامة كبيرة مثل وائل وخصوصي قامة لبنانية يكون موجود بنفس المطرح اللي أنا موجود فيه وما راح أحضره يعني هيدا بكون غلطة عمري يعني إذا ما جيت سعد شفناك في فيديو كليب عنده شي إذا فينا نقول بيدور الأب حيبة بتعيش هيدا الشعور شعور الأبوة أوف كتير مش شوي أنا حدا بيحب الأولاد كتير بيحب الاستقرار كتير كتير بس وصلت لأناعة أنه هيدا نصيب يعني ما بيعرف أمتى الإنسان نصيب ويمكن بكرة يمكن بعد بكرة يمكن بعد عشر سنين الله أعلم بس مهم النية تكون موجودة والنية موجودة إن شاء الله نية موجودة بس القلب عم يدق هلأ ما في حدا بس إن شاء الله يرب هيك يكون في حدا as soon as possible يعني شفناك في الفيديو كليب عم تحلق شعرك وعلى السوشيال ميديا عم تحلق دقنك شو القصة؟ لأنه حلقة شعري وقلت هيك هيك أنا هلأ ما رح نزل كتير صور يعني بهيدا اللوك فقلت خلاص خليني جرب كمان أحلق دقني جرب لأنه اليوم أنا بقتنع بالحياة أنه الإنسان لازم يجرب لا يعرف إذا شي حلو ولا مش حلو ما طلعت النتيجة؟ النتيجة أنه 96 بالمية عملت فوت أنا على السوشيال ميديا 96 بالمية عم بيقولوا أنه لأ خليك على الدقن لا شك أكيد الدقن أحلى دقن أنا بعتبر زينة الرجال يعني بس كمان مش غلط الواحد يجرب شي من وقت لوقت يعني فقلت أنه خليني جربه هلأ أرجع عيدة هلأ as possible أكيد لا بعيدة عن الشكل شو الشي اللي حببت غيره بحياتك في 2024؟ أنا بحط كتير بلان يعني أنا بحط بلانز بكل أول سنة لأنه أنا عيد ميلادي بواحد واحد سو أول يوم بالسنة بحط بلان أنه شو بدي من هيدا السنة على الصعيد المادي على الصعيد العائلة على الصعيد الاجتماعي على الصعيد أقرب هدف هلأ حاببتو صلوا؟ أقرب هدف أنه أعمل عندي أغنية قريباً يمكن مش هلأ قريباً قريباً بس أنه اخترت وخلصت يعني عم نشتغل عليها للصيف حتكون مختلفة جداً جداً عن كل شيء عملته من 14 سنة إلى اليوم من أي أن يحيي اللهجة والإقاع والطريقة المغنى فيها كله على بعضه جداً مختلف كتير تحدي بالنسبة لإلي هيدا الغنية إن شاء الله يا رب العالم تتقبلها وتحبها الأغنية هي بين عراقي ومصري يعني هيدا ميلونج أول مرة أنا بغني وهي رقبة الأغنية ما أصدنا أنه تكون عراقي ومصري بس رقبة هيك وسمعتها لأول وهلي أنا هيك صدمت شوي صغيرة خفت شوي جعت سمعت مرة واثنين وثلاثة قلت أنه الحياة تجربة والحياة مخاطرة ما بتعرف يمكن هيدا الغنية تكسر الأرض ويمكن تمرق تمرق مروق كده الله أعلم بس أنا متفائل فيها فعندي حماس كتير له هالصيف أنه تكون هيدا الأغنية فينا نقول اسم ولا بكير لأ بكير بكير حتى على الملحن والشاعر خليها خليها هلأ بكير بس بس اللي أبدي إلك هي أنه هي مصرية عراقية بلنا نتمنع لك اللي توفيه وشكرا لعلاك تينكو سو ماتش يهلأ يهلأ يعني نحنا كمان منتظرين أغنية سعد رمضان الجديد وبنقله نحن حبينا هيدا اللوك نبق له أكيد وكمان قيلوا بدوروا نادر الأطاة تخصص برنامجنا كمان بليك خاص خلان نسمعه سوا متابعين معكم مشاهدينا من أسن بألمانيا وانضم لقيل النجم المحبوب نادر الأطاة أهلا وسهلا فيك حبيبي أهلا فيك دومينيك وصدفة حلوة الاجتماع بألمانيا حلوة قداء الحماسي كبير أنه رح تكون عم تلتقى بالجاليات العربية هون بألمانيا أكيد محمس كتير ومبسوط كتير بهالجامعة الحلوة عاملين حفلة أوطار إفنتس سامر وسام كيال حبيبات قلبي عاملين حفلة كتير حلوة من كل الجنسيات العربية موجودة إن شاء الله بدأنا نعمل حفلة هكي ينحكى فيها لوقت كتير طويل ينبسط العالم ويعني هي بجمعة عيد الحب إن شاء الله كل أيام كن حب ولكل عم بشهونا ما في أحلى من الحب طيب عم تقول ما في أحلى من الحب وعم تحية حفل عيد الحب والمعجبات كتار خلينا نحسم الجدل راح نشوفك عريس بال2024 والله هيدا نصيب ما بتعرف دومينيك يعني كل سنة بنسأل هالسؤال ما بتعرف لحالة بتجي يعني بتبين لحالة بتجي بس أكيد في شروط معينة أو شي ممكن يخليك تاخد هيدا القرار قريباً شو هولي يلي ممكن يخليك تقتنع هو أكيد قرار قرار حاسم عرار مصير حياة يعني واحد ينقل شركة حياته وإذا كان كيف تفاهم كامل على كل شي بيكون ولا أحلى من العائلة واستقرار والأولاد فأكيد إن شاء الله يا رب تكون هايدي السنة بعيداً عن القلب خلينا نحكي بالفن قدي مبسوط بنجاح أغنيتك الجديدة سمعني أغاني كتير مبسوط بأصداقة العالم عم تحبك كتير وعم تغنيها معي لايف الكسر الديناء على تيك توك الحمد لله حبيبي عامل شغل كتير حلو إن شاء الله يا رب هايك هلا بنقدم عمل يعني عم حضر شي حنزله عايد الفطر بإذن الله إن شاء الله كل هايك الأغاني بعنوان كذا شي أخذ من فارس كندر غنيتان بدنا ننقى بيناتو إن شاء الله وننزل بواحده طيب بما أنه حكينا عن أغنيتك الجديدة وقت تقول فيها سمعني مزيكة لو كانت أنتيكة بصراحة فيها لطشي للوضع الفني ولا راضي على الشي اللي عم تسمعه لا هي بكلمة أنتيكة أنا أصدت أنه القديم بس على اللبنان بيستعملها وغير طريقة مية بالمية أنا عرفت على العالم حتتفسرها هيك بس لا ما كانت ترنية هيك أبدا فأنتيكة يعني شي القديم لو كانت أنتيكة سبعينات وستينات هيك أصد طيب أي أغنية سمعتها مؤخرا لزميل من زملائك وحبيتها في كتير أغاني نزلت نامين أصالح بايت الله كتير صندوق كتير حلوة بخزانتي صندوق كتير حلوة هيك حسستنا بشي هيك من الماضي الحلو في كزا أغنية يعني بعدها تكون مغروم أي أغنية أكتر شي بتسمعها أغاني الحب كتيرة يعني من أغنية كمان أنا مغني كتير للحب أيها أكتر واحدة بحبة رأس عيوني رأس عم بتغنية هالفترة أنت مش هايس لو أنا بدي أقوصة عم بتغنية هالفترة أكيد بغنية هالفترة يعني القلب عم بيدات أكيد بغنية هالفترة طيب خلينا نكون عم نختم اللقاء بدندنة بهيد الغنية طالما اخترت خطة بق من جوه لا ترقس عيوني رأس بتملي بحياتي النقص بتصير تحكي بالطقص وكأن شيئا لم يكن لي بحياتي النقص بتصير تحكي بالطقص وكأن شيئا لم يكن